في أواخر الخمسينيات كان برين نزل دار أستاذه جاد العظيمي في قرية الدير لعامين ثم استمر مع نجله الشيخ محمد جاد العظيمي وعندما جاءت أول دعوة لإحياء حفل في مدينة الأقصر عرض الأمر على الشيخ الذي رافض الانتقال إلى المدينة فما كان من عاشق الفن الصغير سوى استئذان شيخه والخروج من قريته إلى عالم غير العالم في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين كان حكى ليه مولاني الشيخ أحمد برين كنت جالس معاه مرة يعني جال كنا في مجلس مولاني الشيخ حسم وأثناء الحديث الوالد فجأة كده سكت وقال إن شاء الله في ابن من أبنائي حسافر أوروبا وهيمدح النبي هناك صلى الله عليه وسلم قال قلت في نفسي من هازر لي حسافر يعني قالوا إذا الأيام تمر يعني ويأخذوني في الرحلة في بلاد أوروبا فما عاش باريس أو لندن يعني ومدحت على أكبر مسارح أناك ذا كده فتذكرت كلمة شيخي واعتبرها كرام إنها بشروا بهذا الشي يعني مولاني الشيح حسن في مولد سيدي أبي الحجاج الأقصري مطلع ثمانينيات القرن الماضي قالت الأقدار كلمتها لتجمع ألم فبير القادمة من ضواحي باريس بأحمد برين القابع في أقاصي الصعيد ليبدأ مشوار العالمي سيكون ؟ إذن، أدن، أنا أعطيف أيضًا من أأنني أقصد على علمي سيكون في أحضور تنينيات المعروضة سيكون أكبر من الأمم أين أحضور تنين في مستوك فاقي وأوقات أخرى ليس لديك أمر في فتبال أتكون أبلم هو وأنا أحضر كان هو أ marked أول عبد !" كفبالغ كلا يُطرح أيضًا هو من نفسي من مطلع أخبير ولكن كان هناك شيئًا مطلقًا مطلقًا كما تعرفون ما يسمى السلطانة عندما يشعرون الأشياء كما يشعرون الأشياء كان هذا الشخص يلمقها بالتعة أخير وفوضعه وفوضعه أو يعطيه وتغطيه لأنه يمكنه وفوضعه على منتجد الأمريكي وقد أتفقد أن أفعله كما أخرى للعنسان أفعله في أوروبا الشيخ أحمد لم يقدم نفسه أنه هو واعز أو شيخ منبر أو شيخ جامع جاي ينصح الناس و جاي يحكي لهم حاجات رسمية حاجات كما وردت لا هو جاي يقدم فن في المقام الأول والأخير يعني اشتغل على فكرة صناعة نسخة شعبية ترابية إنشادية مستوحاة من هذا القصص القرآني ومن هذه السيرة النبوية تقدم لجمهور بسيط في بيئة بسيطة وتقدم بشكل يستوعبه هذا العقل البسيط للمواطن البسيط اللي هو متعلق طول الوقت بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موسيقى 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 هذا كان م shredder، وفعله بغران Mitsubishi. ولده من خارج خاطئاً لمرة قلية في المنزل الرئابعة في دائرة، في دائرة الفطر في غرب، في المس Abeس��ênة، في دائرة، في دائرة، في الدائرة، في عام، في الدائرة، في دائرة، في الدائرة، في الدائرة. ولده من سيئة المنزل أصبح فيal، في دائرة الفرüber وهو في العام السابقة، في عمل ، في دائرة الحزق، في دائرة الخزن، في مدد التأسام البرائي. وبالتالي، فهو بدأت وقتها أحباد برين أن أقول أنه يتضرق مصريحين وحضاريحين هذه هي بيجزء المصريحين ويجعلني بيجزء المصريحين ويجعلني أيضاً وطالت فقط معه وقت في الأنفن في فز فز، وكان كل المصر كان في مشات لأول مكتبه لتلقيقات وكان كل هنالك أعفن فيه مكتبه لتلفرو ذلك فيه قامل الآن وهناه المولد من أصابًا لأول شخصة نشخص يقال بالمكتبه لتلفرو ذلك ورغ أحد يصبح أولئكي الكتب الإخارة مصري وهي بيتي جميلة من بحر الجبل صاحب أول مكتبه في العرق لتعيني وهي بيتي بيتي جيده في أي شيء أخرى فنقدر نقول إن مأسات قياسات المأمات أو مأسات المأمات عن الشيخ أحمد مأسات سليمة لا يمكن أن تنسبه إلى المدحين وفقط ولا يمكن تنسبه إلى الأولين الشعبيين وفقط ولا يمكن تنسبه إلى مدرسة الموسيقى الكلاسيكي المصرية وفقط الشيخ أحمد عامل عجنة هذه العناصر مخلقة أحمد برينفا